في بداية اشغال المجلس الوزاري استفسر الملك محمد الثالث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نتائج الموسم الفلاحي الحالي والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفلاحين بسبب ارتفاع اصعار المواد الاولية الفلاحية وكذا الاعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل وحسب الوزير فعلى الرغم من ان هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف فانه من المتوقع ان يقدر انتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار بزيادة قدرها 62% مقارنة بالموسم الماضي ويعد هذا الموسم هو الافضل مقارنة بالخمس سنوات الاخيرة التي عرفت عزا مطريا مشابها كما اكد وزير الفلاح انه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ستشرع الحكومة في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بغلاف مالي يقدر بعشرة ملاير درهم ويشمل دعم الاعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الاولية الفلاحية المستوردة بغية خفض كلفة انتاج مجموعة من الخضر والفواكه وتعزيز قدرات تمويل القرد الفلاحي للمغرب من ازل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين اضافة الى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح الليين لضمان التزويد العادي للسوق الى حدود شهر دجمبر من عام 2023 اشتركوا في القناة